سدس أكتوبر من سنة الفين واثنين وعشرين أسعد الله صباحكم مشاهدين الكرام إلى عدد جديد من معرض الصحف فنأخذكم إلى أبرز عنوين الصحف لنهر اليوم ونصل بكم أيضا إلى الصحف العالمية وأبرز عنوينها البداية مشاهدين كما عودناكم دائما ستكون بجريدة أشروق اليوم والتي جاء فيها سبع قطاعات على طاولة اللجنة الحكومية الجزائرية الفرنسية فرانك شتاينمر للرئيس تبون ألمانيا تريد تكثيف الاستثمار في كل الميدين السفيرة الأمريكية ترد على الضجيج العلاقات الثنائية مع الجزائر قوية ومتنمية والشاركة الجزائرية الإيطالية نحو الأمام واتفاقيات في خمس مجالات طاقوية قريبا في ذات الجريدة جريدة الشروق اليومي وفي الشأن الرياضي جاء ملف الجزائر الأوفر حظا وفق الشروط الكاف إذن ننتقل إلى مقال جريدة الشروق اليومي مشاهدين سبع قطاعات على طاولة اللجنة الحكومية الجزائرية الفرنسية حيث تنعقد اللجنة الحكومية الخامسة رفعة المستوى الجزائرية الفرنسية يومي إذن العاشر والحادي عشر من شهر أكتوبر الجزائر في الجزائر العاصمة تحديدا فندق الأوراسي بحضور أعلى مسؤولي الدولتين في ذات الجريدة وفي عنوان آخر قمة الجزائر ستكون محاكمة لموجة التطبيع الأخيرة وأيضا الرئيس السومالي سيشارك في قمة الجزائر على رأس وفد رفيع المستوى أيضا الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من نظره الألماني ألمانيا تريد تكثيف الاستثمار بالجزائر في كل الميادين والسفيرة الأمريكية بالجزائر تقول علاقاتنا بالجزائر قوية ومتنمية ذات الجريدة مشاهدنا الكرام وفي صفحة أخرى إذن وخبر آخر تحديدا الشأن التربوي مراجعة أجور المعلمين بداية من السنة القادمة حيث أكد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعابد مراجعة أجور المعلمين بداية من السنة المقبلة مقابل تخصيص 36 ألف منصب مالي بعنوان السنة المالية 2022 للترقية إلى رتبتي أستاذ رئيس وأستاذ مكون للمراحل التعليمية الثلاثة وهو ما سينعكس إجابا على الحياة المهنية وكذا المادية للأساتذة في ذات الصفحة وفي الشأن الأمني تحديدا حجز 14 قنطارا من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب ننتقل وإياكم مشاهدين إلى جريدة وطنية أخرى وسنقف عند جريدة الخبر والتي جاء فيها استرجاع محلات عدل المغلقة وأيضا صفحة جديدة ستكون على رأس وفد وزاري هام الوزيرة الأولى الفرنسية في الجزائر يومي التاسع والعشر من شهر أكتوبر ننتقل وإياكم الآن إلى جريدة المساء والتي عنونت في صدر صفحتها الأولى إشادة بأدوار الرئيس تبون وسمعته وسط المجتمع الدولي الدبلوماسية الجزائرية التواغل متواصل وجاءت أيضا في العنوين الرئيس الألماني شاكرين للجزائر ودورها في تثبيت السلم والاستقرار وزير خارجية البرتغال نعول على الصداقة القوية التي تجمعنا بالجزائر والرئيس السومالي على رأس وفد رفيع المستوى في القمة العربية بالجزائر وسفيرة الأمريكية علاقاتنا مع الجزائر قوية ومتينة إذن مشاهدنا من جريدة المساء ننتقل وإياكم إلى جريدة الحوار الآن والتي جاء فيها الفصائل أكدت أنها تبذل جهدا متواصلا لإنجاحها وترحيب فلسطيني واسع بمصالحة الجزائر في ذات الجريدة إذن العنية بالمعلمين على رأس أولويتنا طبعا كان هذا تصريح وزير التربية بل عابد بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين من جريدة الحوار مشاهدنا ننتقل بكم إلى جريدة المشوار السياسي والتي جاء فيها المياه غمرت مرافق عمومية وأحياء سكنية الأمطار تحدث طوارئ في ستة ولايات وفاة شخص وإجلاء خمس وثلاثين آخرين بسبب ارتفاع منسوب المياه وأيضا خلال مكالفة هاتفية بين الرئيسين هذا مدار بين الرئيس تبون والرئيس الألماني ونحو عقد لجنة مشتركة للتعاون بين البلدين قريبا إذن مشاهدنا نصل بكم الآن إلى الصحف العالمية ونقف عند جريدة القدس العربي والتي جاء في صفحتها الأولى شهيد وعشرات الإصابات في نابلس والاحتلال يعزل القدس والبلد القديمة في ثاني أيام عيد الغفراني اليهودي من جريدة القدس العربي إلى جريدة العربي الجديدة مشاهدنا والتي جاء في صفحتها الأولى كييف تنقل المعارك إلى لغانسك وأيضا جاء في جريدة القدس العربي حصار الاحتلال لنابس مستمر وترهيب في الأخصى ننتقل وإياكم الآن إلى جريدة أخرى جريدة الشرق الأوسط وجاء فيها تحديدا في الشأن الطاقوي وزير الطاقة السعودية سعر النفط ارتفعت بكثير أكثر بكثير من الغازة والفحب أوبيك بلاس تخفض الإنتاج وسط غضب أمريكي إذن كيف تواصل تقدمها وموسكو تتعهد استعادة خسائرها ومصارف لبنان تتهم الدولة بتبديد أموال المودعين ننتقل وإياكم إلى جريدة أخرى مشاهدنا الكرام وجريدة إذن Evening Standard والتي جاء فيها UK Morocco Trade Deal did not get consent of Western Sahara People Court Loud The Western Sahara Campaign UK has brought legal action against the Department for International Trade and the Treasury إذن هذا فيما يخص اتفاق التجارة بين المملكة المتحدة والمغرب حيث قامت منظمة أو حملة الصحراء الغربية بالمملكة المتحدة قد قدمت طعنا أمام المحكمة بريطانيا العليا فيما يخص إذن خلفية تمديد نطاقها ليشمل البضائع ذات المنشأ في الصحراء الغربية هذا الشيء سيضع وزارة التجارة الدولية وخزانة المملكة المتحدة في خرق لالتزاماتها بموجب القانون الدولي كان هذا ما تضمنه ما قال Evening Standard لنهار اليوم وبهذا الخبر مشاهدنا الكرام نصل وإياكم إلى ختام عدد اليوم من معرض الصحة فنشكركم على كرم الإصغاء والمتابعة إلى اللقاء